بين سنةٍ واخرى تسعى الى تحسين ادائها وفي عيدها الوطني تحاول الشرطة الجزائرية مرافقة المواطن في كل مكانٍ عبر بسط الطمأنينة والامان في الطرقات والشواطئ وفي كل الاماكن والمناسبات يتواجد اصحاب البذلات زرقاء اليوم ما عندنا خرجة ميدانية سنقوم اليوم بمدهمة في صحب قطاني وسوى الشبطان حتى رأيس حبيدوه وفي ايطار قانوني محظور هذه الخرجات هي خرجات يومية تقوم بها مختلف مصالح العملياتية لامن ولاية الجزائر والتي تسبو من خلالها الى الوقوف على مختلف المخالفات والجرائم المرتكبة على مستوى يعني الشواطئ ساحات العمومية وكذا المتنزهات المبتغى منه هو رصد مخالفين ومرتكبي الجرائم بدايتها كانت منذ بداية الموسم الواحد جوان من سنة 2022 وهي مستمرة الى غاية نهايته التحسيس التوعية المساعدة وتعقب المخالفين فتكون النتيجة في كل مرة القبض على مجموعات العصابات والمجرمين الخرجة افضت الى توقيف عشرة اشخاص مشتبه فيهم عن قضايا مختلفة مخدرات اسلحة بيضاء محضورة استغلال اماكن عمومية وانشاء حضائر عشوائية الخرجات الميدانية لعناصر الامن تبعث الطمئينة لدى مرتادية الشواطئ والاماكن العامة خاصة للعائلات وتحد بشكل كبير من مظاهر الاستغلال كما انها تقضي على اسباب الجريمة الامن في هذا الامر اسمار ايوغانيزي في هذا الامر يعني لا بس هذه حاجة يعني مهمة فسي علاك يجي واحد انفان من بولاده وكنام يسبشون يقعد يقولوا هالبلاسة دي باراسول لا لا هذه حاجة مليحة حركة مليحة وش رح نقوله سعوشنو كان حاجة تاني حركة مليحة لا جلواش محاربة المخالفات اليومية للانتهازيين المتعلقة بمؤجرية الطاولات والكراسي والحضائر العشوائية وغيرها من الممارسات التي تشكل عبءا على المواطن من شأنها المساهمة في اخلقة الحياة العامة وخلق جو من الارتياح لدى الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة